موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن فيديوهات علم حياة الأرض و اللي كنتابعوا فيها دراسة الفصل الرابع اللي خصصنا للويرات البشرية في الفيديوهات السابقة كنت شاهدنا الطريقة الأولى أو التقنية الأولى لدراسة الويرات البشرية واللي كانت هي دراسة شجرات النسب في حالتين الحال الأولى شاهدنا فيها دراسة شجرات نسب تتعلق بانتقال أمراض ويراتية مرتبطة بالصبغيات الجنسية ثم حالة تانية اللي فيها انتقال أمراض ويراتية مرتبطة بالصبغيات الجنسية الآن غامضوا في دراسة التقنية التانية من تقنية دراسة الويرات البشرية وهي تحليل الخرائط الصبغية في تحليل ودراسة خرائط الصبغية بلد القوة أيضا مجموعة من الحالات القابلة للدراسة وغير مدعو بأول حالة المتعلقة بشدودات بمعنى خالة صبغية مرتبطة بتغير عدد الصبغيات اللاجنسية أعدنا جوج للحالات الرئيسية الحال الأولى هي شدودات صبغية مرتبطة بتغير عدد الصبغيات وغير مرتبطة بتغير عدد الصبغيات والغافاجوج اللاجنسية ثم الجنسية والحالة الثانية هي حالة شدودات صبغية مرتبطة بعدد الصبغيات ولكن ببنية الصبغيات سوف نرى جميع هذه الحالات في هذا الفيديو نقترح عليكم أن ندرس الحالة الأولى من الشدودات الصبغية وهي حالة مرض المنغولية باعتباره حالة شدود صبغي مرتبط بتغير يلحق عدد الصبغيات اللاجنسية أو أسماء مختلفة لمرض المنغولية بينها مرض ثلاث الخيط الصبغي رقم 21 أو مرض التثلت الصبغي 21 أو نسمي مباشرة متلازمة داون أو مرض داون سوف نحاول في هذا الفيديو أن ندرس الخاصيات هذا المرض ثم سوف نفسر من جاء هذا المرض بالنسبة للشخص المصاب إذن سوف نبدأ ببعض المعطيات حول مرض المنغولية وبعض مميزة ففي مرض المنغولية أو اللي نسميه لسان دوم دو داون أو مرض داون أو متلازمة داون بالعربية فكتظهر مجموعة من السيمات ومجموعة من المميزات الخارجية على مستوى هؤلاء الأفراد واللي يمكن انطلاقا منها أننا نتأكد بأنهم مصابين بهذا المرض من بينها عندنا صغار غير طبيعي في الضقن وبالتالي على مستوى الضقن ومعنا المنطقة فاصلة بين الشفاء والأسفل للوجه فكتكون صغيرة ثم عندنا على مستوى اليدين حالة دي الشخص عادي كتلقا في مجموعة من الخطوط العرضية بينما عند الشخص المصاب بالمنغولية فعنده خط عرضي واحد عوضة وبالتالي فهذه مميزات بسيطة تمكننا من تأكيد هذه الحالة بالإصابة بهذا المرض من بين المميزات الأخرى قصر في الرقبة بروز اللسان بسبب صغر تجويف الفم وتضخم اللسان وضعف تناغم العضلات من أن عضلاته غير متناسقة وبالتالي يكون عندهم مجموعة من الإشكالات الصحية التي في الغالب تؤدي إلى وفاته في سن مبكرة إضافة إلى هذا المتضاغم العضلات عندنا ضعف السامع ثم مجموعة من مشاكل الصحية على مستوى القلب و جهاز دورني وقلنا مجموعة هذه المشاكل الصحية قد تؤدي بهذا الشخص في سن مبكرة وهي الحالة الغالبة والعامة ولكن بالنظر إلى تطور الطب والعناية الصحية فهؤلاء الأشخاص يقدروا يوصلوا إلى سن متقدمة إلى خمسين سنة بعض إحصائيات الآن فيما يتعلق بانتشار هذا المرض في بعض الدول خاصة دول أوروبية لكثير هذه العملية الإحصائية فعادة الحالات في فرنسا كلقا 50 ألف حالة أوروبا كلقا 400 ألف حالة وفي العالم كلقا 8 ملايين احتمال إصابة الجنين حسب سن المرأة نحن بالنسبة للإصابة بالأمراض الوراثية وخاصة المنغولية فإننا نرجع السبب إلى الأم ويتتطور احتمال إصابة الجنين حسب سن الأم إذا كانت المرأة الحامل هي قريبة من 20 سنة فيكون احتمال إصابة ابنها 1 على 2000 بمعنى أنه في كل 2000 ولادة سنجد حالة واحدة من الإصابة نحو 8 و 30 سنة بمعنى أن بدأت المرأة تصل إلى سن الضهة أو سن بين قوسين اليأس فلاحظنا أن هناك ارتفاع في نسبة الإصابة مقاش عدنا 2000 مقابلها واحد ولكن في 400 ولادة جديدة عندنا احتمال للإصابة أحد الأبناء الجدود ثم عندما تصل المرأة إلى 40 سنة أو ما يقاربها فكالقاو أن نسبة الإصابة ترتفع من جديد بحيث أن نولادنا في كل 100 ولادة عندنا إمكانية إصابة شخص واحد وبالتالي فكلما ارتفع سنة المرأة ترتفع معها إحتمالات الإصابة وكركزوا على المرأة كما قلنا لأن الخلل الذي يحدث هو غالبا لدى تشكيل أمشاج عند الأم وهذا هو لغا نفسروا به الإصابة ديال هؤلاء الأبناء اللي كيكونوا ذكور وإينات كي نفسروا هذه الإصابة بالمرأة المنغولية أو مرض دون فكمشوا إلى دراسة الخريطة الصبغية وفي الخريطة الصبغية عندنا مجموعة الصبغيات ديال الخالية التنائية الصبغية بطالح الحال عند شخص منغولي وكعطونا مجموعة من الأسئلة السؤال الأول ما هو سبب الإصابة بالمرأة؟ السؤال الثاني استخلاص أو استنتاج الصبغة الصبغية لهذا الشخص المصاب والسؤال الثالث كيف نفسروا سبب الإصابة؟ فخمتنا بالسؤال الأول تحديد سبب الإصابة بالمرأة طبعا لكي نحدد سبب الإصابة كنشو الوثائق المقترحة وفي الوثائق المقترحة عندنا فقط خريطة صبغية لشخص منغولي فخصنا الخريطة المرجعية وهي خريطة شخص سليم وكلاحظوا بأن هذا الشخص منغولي عنده XY في الصبغية الجنسية إن فهو ذكر كاختاروا خريطة صبغية لذكر أيضا وكمشون قلبوا على سبب الإصابة انطلاقا من مقارنة خريطة صبغية فلمشينا المقارنة كالقاوم جميع الأزواج الصبغية اللي عندنا هي أزواج صبغية لا جنسية فكتبان بأنها متماثلة من 1 إلى 5 نفس الشيء من 6 إلى 12 هي نفسها من 13 إلى 18 هي نفسها 19 و20 هي نفسها إذا مشينا لـ 22 وX وY هي نفسها عند الشخصين وبالتالي الإصابة لا ترتبطوا بتغير في عدد الصبغية اللي شفناها الآن ولكن لا ركزنا على هذه الصبغية رقم 21 عند شخص منغولي وعند الشخص العادي فكرة القوية أنه عند الشخص منغولي عنده 3 صبغيات من الرقم 21 بينما عندنا فقط جوج 21 وهذه الحالة العادية إذا ما هو سبب إصابة هذا الشخص بالمنغولية؟ وهو بالضبط إضافة صبغي جديد اللي هو صبغي 21 إلى الزوج الصبغي رقم 21 ولهذا نسميه مرض تلاتي الخيط الصبغي 21 أو التتلت الصبغي وبالفرنسية نسميه مرض ترزومي 21 السؤال الثاني لدينا هو استنتاج الصبغة الصبغية إذا أخذنا الشخص العادي الذي لدينا هنا هو رجل وهو تنائي الصبغة الصبغية إذا عدده 2N تساوي 22 زوج من الصبغيات الجنسية وشفنا الطريقة لإستخراج الصبغة الصبغية زائد زوج من الصبغيات الجنسية أو جوج الصبغة الجنسية X و Y بالمجموع هو 46 إذا اللي مطلوب مننا هو الشخص العادي ولكن الشخص غير العادي أي المصاب بثلاتي الخيط الصبغي 21 ما سيكون عنده؟ ما بقى عنده 2N تساوي 46 بل ولات عنده 2N وزيد عليه الصبغي 1 المجموع هو 47 كيف سنكتبه الصبغة الصبغية المشهورة له؟ ستكون عندنا 22A A في حالة الشخص العادي ولكن زيد عليه بواحد A وهو بالضب صبغي لجنسي رقم 21 زائد X Y تساوي 47 وبالتالي هذه هي الصيغة الصبغية للشخص المصاب وكن ركزوا على هذه 2N زائد 1 لأنه مباشرة كنقراه كنعرفوا بأنه عنده صبغي إضافي إذا المجموع خاصة يكون هو 47 وكنمشون حده ما هو الصبغي الإضافي لأنه قدر يكون عندنا صبغي لجنسي كما يمكن أن يكون أحد الصبغيات الجنسية سؤال مولي وهو تفسير سبب الإصابة وهنا ولكن نجد تفسير سبب الإصابة بالأمراض ويراتي فغالباً كنمشي إلى تشكل الأمشاج بحيث أن الخلل الذي من الممكن أن يحدث ويؤدي إلى إنتاج أو إنجاب أبناء مصابين بمرض ويراتي فغالباً يكون الأب والأم غير مصابين خاصة فيما يتعلق بأمنغولية لا يمكن للأب والأم أن يكونوا مصابين ثم بالتالي كيفية يتم إنتاج أو إنجاب إبن جديد فالخلل سيحدث على مستوى الإنقسام الإختزالي عند الأم إذا عند الأم والأب الأم سوف تعطينا كما قلنا أمشاج في النهاية غير عادية ومن كنجيون في السروق سبب الإصابة فكر ركزوا على الصبغيات اللي كندرسوها وهي الصبغيات فقط 21 عند الأم فنظركم ما سيكون عادة من الصبغي 21 الأم هي عادية لكنها أنتجت ابن مصاب بمرض أو المنغولية إذا مدام أن الأم عادية فيما يتعلق بالصبغيات 21 يجب أن يكون عندها جوجة الصبغيات 21 متماثلين بشكل طبيعي وعادي من اللي ندخله للإنقسام المنصف فيحدث الإنقسام المنصف بشكل التي أرى السابقة الطبيعية في انقسام اختزالي فهنا يؤدينا الصبغي 21 هنا يؤدينا الصبغي 21 نحن البدد من الأم الآن لدينا صبغي 21 سيكون عند أم كان فقط في انقسام المنصف يؤدينا داخل كل خلية نهائية في انقسام المنصف الصبغي 21 هذا يعني ان الخلية فيها فقط صبغي 21 عادنا جميع الصبغيات ولكن ما يهمنا في تفسير سبب الإصابة حلقنا الإصابة هي تتعلق بالصبغيات 21 إذن ممكن جيول التفسير كنركز على الصبغيات 21 فأخذكم نسو باقي الصبغيات وهي 22 صبغي متبقي من قشرة رسمها كاملة واحتاج لرسمها مع الدم نظير بها لأن المطلوب منها هو تفسير كيف نحصل في النهاية على ثلاث صبغيات من الرقم 21 لدى الأبناء المصابين بمرض ضون أو مرض المنغولية إذن الحد الآن الانقسام منصف عند الأم وعند الأب هو عادي وبالتالي باقي ما فسرناش كيف سنحصل على ابن مصاب ففي الملكزيو كما قلنا التفسير تفسير دائما هو خلل يحدث على مستوى الانقسام الاختزالي اخترنا بأن يكون انقسام منصف عادي إذن بقالينا الخلل سيحدث على مستوى الانقسام التعادلي وفي الانقسام التعادلي لاحظوا ما الذي سيحدث إذن في الانقسام التعادلي كان حصل انطلاقا من كل خلية بنت في الانقسام منصف سواء الخلية الأولى أو الخلية الثانية كل واحدة تعطينا جوج دي الخلايا بنت إذن في نهاية الانقسام التعادلي في مرحلة النهائية الذي سيحدث هو توزيع دي الصبغيات بعد انفصال صبغياتها على الخليتين البنتين في الانقسام التعادلي فتحصل بالتالي كل خلية بنت على أحد صبيغي اللي ولأ الآن صبغي مستقل إذن هنا عددنا 21 هنا صبغي رقم 21 لكن الخلية الثانية شوفوا ما الذي سيحدث قد يلقوا بأنه فعلا حصلا شيطار لجزء المركزي في مرحلة انفصالية للانقسام تعادلي ولكن جوج ديال الصبيغيات اللي انفتشاطروا أو الفاصل عن بعضياتهم فدزب جوج بهم إلى داخل خلية أولى بينما الخلية الثانية ما في حتى صبغي 21 إذن هنا عددنا صبغي 21 هنا صبغي 21 بينما هنا ما عددنا أي صبغي 21 بينما مقات عددنا جميع الصبغيات الأخرى اللي قلنا مكرس مواش إذن انقسام تعادلي اللي مقالين هنا وانقسام تعادلي غير عادي لأنه نورمالمو كان خاصة صبغي كنا عندنا هنا ما كنش إذن فهو انقسام تعادلي غير عادي بالنسبة للأب فسوف يتم الإنقسام الإختزالي بالإنقسام التعادلي وبشكل عادي وبالتالي ما يكنوصل للإخصاب الذي سيحدث هو الدمج أو الالتحام دي الخاليات الحيوى المنوي والبويضة وكتلقوا لنا جوج دي الخلايا وحتى اللي كانت عندنا هنا كانوا فيها جوج دي الصبغيات 21 وهذه كان فيها صبغي 21 إذن ولدنا 21 هنا 21 ثانية 21 ثالثة وهو اللي يعطينا بعد تطور البيضاء خلال مرحلة الحمل وخلال شهور الحمل سوف تعطي جانين ثم ابن جديد اللي فيه ثلاثة دي الصبغيات 21 ومنها من جانتنا الإصابة بهذا المرض يلدون وهذه فقط الحالة الأولى اللي افترضنا فيها أن الإنقسام المنصف عادي ولكن الإنقسام التعادلي هو اللي فيه الخلل لآن قد نحاول نأخذ حالة تانية اللي قد يكون فيها الإنقسام المنصف واللي فيه الخلل وبينما الإنقسام التعادلي سيتم بشكل طبيعي وعادي غمده من البداية عند الأم بينما الأب قلنا بأن الإنقسام الإختزالي كامل يتم بصفة عادية إذن كل مجيج فيه صبغي رقم 21 وكنتظروا أن الأم هي اللي غير وقع عندها الخلل غمده من البداية اللي هي صبغيين متماثلين 21 كي جادنا الإنقسام المنصف فكتلاحظوا أنه نور مرمو اللي كان خاص يوقع لنا وهو أن هات الصبغي اللي كان هنا خاص يدوز هنا والصبغي الثاني هو اللي خاص يمشي الخلية الثانية لكن الذي حدث هو أن الصبغيين مع المتماثلين مر إلى إحدى الخليتين بينما الخلية الثانية ما فيها حتى صبغي من الزوج 21 إذن هنا بقى عندنا جميع الصبغيات الأخرى باستثناء الصبغي 21 إذن الخلل كما قلنا حدث على مستوى الإنقسام المنصف سوف نفترض الآن بأن الإنقسام التعادلي سيكون عادي وبالتالي سوف يتم بطريقة عادية لإنقسام التعادلي ما فيه عندنا فقط إنشطار جزئات المركزية ديال الصبغيات وكل صبغي سيمر إلى إحدى الخليتين وبالتالي الخلية الأولى كما لاحظنا اللي عندنا هنا هذا الصبغي سوف ينشاطر وبالتالي سيوزع صبغيه على الخليتين البنتين اللي عندنا هنا ونفشي بنسبة للصبغي الثاني فنحصل في كل خلية على جوج الصبغيات 21 بينما الخلايا الأخرى ما فيهاش الصبغي 21 إذن الحالة الأولى كنا شاهدنا فيها أن الإنقسام منصف عادي والإنقسام التعادلي غير عادي في الحالة الثانية قلبنا الآية فولاعتنا الإنقسام منصف غير عادي بينما الإنقسام التعادلي عادي ماذا سيقع؟ سيقع لدينا الإخصاب بشكل طبيعي ومنطقي لأنه بعد تشكيل الأمشاج لدينا مرحلة الإخصاب وفي الإخصاب سوف تلتقي الخليتين الجنسيتين حيوان مناوي وبويضة لتشكيل البيضاء وبالتالي يكون لدينا تمرير جوج الصبغيات من المشيج الأنتوي برقم 21 بينما الحيوان المناوي أعطينا صبغي واحد من الرقم 21 وبالتالي يكون لدينا هذا في النهاية أنه لدينا ثلاثة الصبغيات 21 وهو ما يؤدي دائما إلى الإصابة بمرض داون وبهذا يكون سبب الإصابة بمرض داون عند الأبناء دائما من اللي يكون مطلوب مننا تفسير هذه الأمراء الوراثية فما مشيوش نقلبه عند الأبناء خاصة لأننا ندرس الخرائط الصبغية لأنه كافتراد إذا كان الأب مصاب بمرض المنغولية ففي نظركم وش ممكن هذا الأب أنه يكون مسؤول عن أسره وبالتالي هل من الممكن أن يكون قادر على التزاوج لأنه ممكن أن تكلموا على الإنسان فلا يكفي القدرة على التناسل بل القدرة على تكوين أسره وبالتالي فكيكون هؤلاء الأشخاص اللي عندهم مرض داون عندهم تخلف عقلي حد وعندهم مجموعة من المشاكل الصحية التي تمنعهم من تكوين أسره وبالتالي لا ننتظر أن تفسير سبب الإصابة سيكون بسبب إصابة الأب أو الأم أو كليهما بمرض المنغولية ومرراه إلى الإبن ديالهم لأن هذه حالة كتبان بأنها غير منطقية بالنجون نفسر سبب الإصابة بمرض المنغولية كنأخذ الأب والأم عاديين ونركز على الأم التي سيحدث لديها خلل في الإنقسام الاختزالي إما فيما يتعلق بالإنقسام المنصف أو الحالة التي أخذنا الآن بالإنقسام التعادلي في الفيديو المقبل قد نشوف نوع آخر من شدودات الصبغية المرتبطة بتغير عدد الصبغيات ويمكن نقول تغير بمعنى إما أن يكون إضافة أو نقصانا في هذه الحالة الفيديو اللي كنشوف فيه الآن هو تغير في عدد الصبغيات اللي جنسية ونشوف الفيديو المقبلة تغير في عدد الصبغيات الجنسية في انتظار أننا نلتقل في الفيديو المقبلة كنتمنى تكون هذا الفيديو فاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر